أنه يزامن على المشرع أنه يدخل من أجل ردع هذه الممارسة المنافية للقيم والدين وقوانين التجارة تجار الأزمة من لا ضمير لهم تجار سال لعابهم من أجل الربح السريع حتى ولو كان على حساب المواطن البسيط مستغلين بذلك أكثر من مناسبة رفع الأسعار بغير وجه حق والاحتكار والمضاربة أفعال قابلتها توقيفات متتالية من طرف أفراد الدرك الوطني قامت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 أفريل سنة 2022 المتزامنة مع شهر رمضان المعظم بمعالجة 15 قضية بحيث تم توقيف 26 شخص متورط وتقديمهم أمام الجهات القضائية بعد استفاء كل الإجراءات القانونية بحيث تم إيداع تسعة أشخاص منهم الحبس خلال هذه القضايا تم حجز المواد التالية 1400 قنطار من مادة الفارينا 3000 لتر من مادة الحليب 39000 لتر من زيت المائدة التوقيفات التي قابلتها تقديمات أمام العدالة تم تخصيص لكل متورط عقوبات بالسجن من 30 سنة إلى المؤبد بمكافحة المضاربة غير شرعية هنا اللحظة أن المشرع شدد العقوبة التي أصبحت تصل إلى 30 سنة في الحالات الاستثنائية طبعا والتي تمس المواد الاستهلاكية الأساسية لمعيشة المواطن وفي الحالات الاستثنائية دوما طبعا فيها كما مررنا عليه من جائحة الكورونا لاحظنا هذه المضاربة في المسعف سواء في المواد الاستهلاكية أو المواد الصيدلينية في هذه الحالات الاستثنائية الوبائية أو غيرها اللحظة أن العقوبة شددها المشرع حين تصل إلى حد المؤبد مضاربين ومحتكرين غاب عنهم الحس البشري متجاهلين ما ينتظرهم من مختلف أفراد الأسلاك الأمنية ومن العدالة